السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة وطلبات الصف الثالث السنوي أهلا بكم معكم مستر علي السيد إن شاء الله في الفيديو ده نحل مع بعض امتحان دور أول 2023 نخلي بالنا إن الكتاب المعاصر كاتب العنوان غلط يا شباب هو كاتبه ايه؟ امتحان تجريبي لكن المفروض اسمه امتحان دور أول 2023 ده امتحان السنة الفاتت عشان كده نركز كده مع بعض عشان نفهم دماغ اللي بيحط الامتحانات رقم واحد أخويا ده هو طبيب نقط سيحصل على درجته الجامعية العام القادم يعني أخويا لسه ايه تحت التمرين يعني لسه ما تخرجش طيب ترينر معناها مدرب أكيد مش منطقي تريني يعني تحت التمرين يعني متدرب employee يعني موظف يعني تخرج ولا وظيفة أكيد لا طبعا employer معناها صاحب العمل الموظف يعني أكيد لا إذن إجابة هتكون ايه؟ تريني أخذنا في دمانها كلمات مشابهة لها زي كلمة انترن جاي منها انترنشيب انترن معناها ايه؟ معناها متدرب برضو أو طبيب امتياز طبيب امتياز وتسوي تماما كلمة أبرينتيس ماشي؟ أبرينتيس أهي أبرينتيس اللي جاي منها أبرينتيسشيب فاطل التدريب المهني لكن الفرق أن أبرينتيس معناها متدرب أو صبي بس مش طبيب امتياز يبقى انترن دي خاصة في الامريكان انجليش معناها ايه؟ طبيب امتياز وعلى فكرة ممكن أكتبها بالإيه مفيش مشكلة بعد الإن يعني رقم اثنين they live in a picturesque villa picturesque معناها خلاب بديع المظهر كلمات من منها ده by the night بجوار النيل the antonym antonym يعني مضاد أو عكس تقول ليه مصر ما احنا عارفين بتكتبها ليه؟ عشان في المتحام بتنسوها antonym يعني عكس أو مضاد لكن synonym يعني مرادر يبقى مضاد أو عكس كلمة picturesque اللي خلاب أو بديع is ايه؟ ugly قبيح lovely يعني جميل terrific معناها رائع colorful معناها زاهي زاه الألوان مثلا وهكذا أو بديع بإذن التلاتة دول نفس المعنى تقريبا فمحتاج ايه؟ محتاج الانtonym يبقى الإجابة تكون ugly قبيح تلاتة the village has organized a public forum القرية نظمت منتدى منتدى عام to discuss its problems لكي يناقشون مشاكلها the synonym المرادة مرادة فهي synonym مرادة في كلمة forum forum يعني منتدى تجمع ناس يعني كده لمناقشة أمور is ايه؟ mission معناها مهمة خاصة لو رسمية division جاية من الفعل divide يعني يقسم يبقى قسمة لها في الرياضيات وكده أو تقسيم profit معناها ربح أو فائدة meeting يعني اجتماع يبقى قربة واحدة لها ايه؟ كلمة meeting اجتماع رقم اربعة نجيب محفوظ was a noot writer نجيب محفوظ كان كاتب نقط many young authors الكثير من المؤلفين الشباب were affected ده ما بدنا ما يكون ماضي بسيط تأثروا by his style بأسلوبه الاختيار ايه infertile أو infertile اللي تنصح في النط معناها عقيم أو غير خصب اللي هي عكس بالزبط كلمة ايه؟ fertile ممكن نطقها fertile أو fertile معناها خصب uninspired يعني غير ملهم مش ملهم غير ملهم تصريف الثالث دي جاي من الفعل inspire قلنا inspire معناها يلهم صح؟ وقلنا source of inspiration يعني مصدر الهام وinspiring معناها ملهم إذن عندنا inspire يلهم inspiration الهام ناشي؟ بنرجع كلمة المنهج inspiration معناها الهام وقلنا inspiring معناها ملهم وinspired ملهم طيب influential معناها مؤثر وتسوي كلمات كتير جدا 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 مثلا نقول effective مؤثر أو فعال ممكن نقول مثلا necessary ممكن نقول مثلا crucial حاجات كتيرة بس بمعنى مؤثر تسوي effective بالزبط effective مؤثر أو فعال ونفرق ما بينها وبين influencer influencer لتنين نفس المعنى بالعربي معناها مؤثر برضو بس الفر ان دي اسم طالما اخرها ER لازم تكون اسم ماشي كده و influential دي صفة ماشي؟ طيب في دي بيقول uninfected infect يعني ايه؟ يعدي ويصيب يبقى غير مصاب غير معدي أو غير مصاب يبقى ازا اجابة تكون influential يعني مؤثر خمسة I think I can share the wisdom اعتقد انني استطيع ان اشارك الحكمة wisdom يعني الحكمة my father not over his life التي ابي نقط طوال حياته او عبر حياته التي كرهها hated hate يعني يقره اكيد لا وغين يعني يكتسب يكتسب ماشي؟ وقلنا تساوي acquire يكتسب برضو related جاية من relate معناها يتعلق بي وقلنا ممكن بعدها relate to معناها يتفهم لو فكرينها كلمة في المنهج relate to يتعلق بي او له صلة بي او يتفهم convinced معناها مقتنع او هنا جاية كفعلي يبقى convinced يعني يقنع ازا الاجابة تكون gained وخلي بالكم هنا في ايه؟ ضمير وصل محزوف هنا يعود على الحكمة لانه فاعل عادي جدا يعني انا اعتقد انني استطيع ان اشارك الحكمة تمام؟ التي اهي التي ابي اكتسبها رقم 6 رقم 6 great idea بفكرة عظيمة لزيادة معدل انتاجة المصنع طيب الاختيار ايه؟ got out of جاية من get out of والاختيار بي اللي هو محزوف هنا بي come up with جاية من او هي come up with خلاص معناها ايه؟ يستخرج او يخرج بي يخرج بشيء او يقدم شيء وهكذا kept away from جاية من keep away from يعني يبتعد run away from معناها برضو يجري بعيدا عن يبقى هنكتب المعنى keep away from يعني يبتعد ولازم تقول ايه؟ عن عشان فيه from اهي؟ يبقى بعدها مفعول به عندنا زي ما اتفعنا come up with يعني ايه؟ يخرج بشيء يقدم شيء يطرح شيء وهكذا get out of معناها يخرج من مكان مثلا لما اقول لواحد اخرج من هنا get out of here تمام؟ اذا الاجابة تكون هي شباب هتكون بي اللي هم come up with رقم سبعة the elder brother الاخ الاكبر يوجو لعادة نقط responsibility مسئولية for his young sisters ليه اخواته البنات اللي صغر منه طيب makes ولا does ولا achieves ولا takes طبعا ديكو location صح؟ متلازمة نفظية اذا نركز كده في الامتحان بتيجي المتلازمات اللفظية اهي احنا اخدنا في المنهج يتحمل مسئولية يعني يعني take او اخدناه في ترجمة قبل كده لو فاكرينها shoulder يتحمل على اكتافيه مثلا او have او have او accept يعني يقبل او حتى bear لو فاكرينها قلنا bear معناها يتحمل او كاس معناها دوب responsibility responsibility لا دي ال responsibility كلمة طويلة جدا 4 دايما حرف الجارة 4 يبقى take shoulder have accept bear responsibility 4 معناها يتحمل المسئولية اذا الاجابة تكون takes رقم تمانية the journey took نقط i expected so i got very tired عشان اعرف المعنى المقصود من اي جملة لازم اقرأ الاختيرات الاول ولازم نعمل كده في الامتحاني الشباب يبقى هنا عايز يقول ايه the journey took longer than as long so longer long as i expected so i got very tired يبقى المعنى من الوصل لنا ايه ان الرحلة استغرقت اطول مما توقعت ليه قلت اطول ما قلتش اكثر ليه مفيش اكثر في اطول هنا اللي هي long طويل يبقى اطول مما توقعت والدليل عشان كده تعبت جدا طب يبقى محتاجين اطول من يبقى في مقارنة فنحزف اي تساوي زي دي زاد لانها فيها اخطاء اساسا يعني ماشي وهي عندك برضو الاخيرة فيها خطأ وهنا فيها خطأ لغة ايه هو بقى مبدئيا مفيش كلمة than ثانيا كلمة so ما تجيش ابدا قبل صفات المقارنة وهقولك ايه دلوقتي اللي هيجي قبل صفات المقارنة اذا اجابة بالحسب longer than طيب هرجع لكم مراجعة سريعة على صفات المقارنة والتفضيل وهكذا اول نقطة فعل تقريري زي مثلا verb to be زي seem يبدو زي sound الحاجات دي كلها دايما بعدها ايه صفة ولا حال لا لازم صفة ماشي كده لازم ايه صفة طيب الصفات اللي زي alive والight وأفريد وهكذا الاولها ايه لازق فيها دي فاكرين الملاحظ عليها لا تأتي لا تأتي قبل موصوف قبل اسم يعني خلاص يعني ما ينفعش اقول alive boy ولا afraid boy لا هقول who is boy ماشي كده طيب عندنا برضو شكل تاني الضمائر غير المحددة زي someone somebody everyone everybody وهكذا الحاجات دي كلها تمام الصفة بتيجي بعدها على طول عشان كده يعني مثلا نقول something important شيئا ما هام الوضع الطبيعي important الصفة الاول ثم الموصوف زي a good girl لا مع دول العكس صيغة التساوي في اللغة الانجليزية بتكون as زائد صفة ماشي صفة في المصدر صفة المصدر بدون اي اضافة تمام كده زائد as طيب لو في النفي يبقى as موجودة في اسبات ونفي لو في النفي هيكون كالتالي هتكون as أو so بس نقول ايه في النفي as أو so ثم صفة المصدر زائد as تانية بس كل ده فين في النفي فقط اذا عندك so تظهر في النفي لكن as في الاتنين اسبات أو نفي هقول مثلا نفس الشيء the same وبعدها خلي بالكم مش صفة the noun ممكن اكمل بكلمة as نركز جدا في اللي جاية دي عندنا صفة المقارنة اللي هي er more than وهكذا ممكن يجي قبلها ظروف درجة زي كلمة much even a lot far وساعة way بمعنى كثيرا وساعات تيجي slightly ماشي كده بلاش نقول كثيرا نقول much even واللط وفار يعني بدرجة كبيرة ماشي بكثير لكن slightly way a little ونضيف عليها a bit معناها ايه بقليل بدرجة ايه قليلة عرفته بقى ليه احنا حزفنا so لان صفة المقارنة المفروض يكون قبلها واحدة من واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة دول بس يعني ما فيش so ما فيش video والحاجات دي كلها اتفقنا ان الطبيعي ذا بعدها صفة ايه صفة تفضيل ولكن في استثناء زي مثلا ذا صفة مقارنة ثم جملة تانية ذا وصفة مقارنة لو فاكرين هنترجمها ايه كلما كلما عايز اقول مثلا ذا تولست الاطول ذا تولست باسمها صفة ايه تفضيل superlative است وذا ولكن الذا اجباري تتحزف لو جهة قبلها ايه من فاكر apostrophe اس ملكية او اس apostrophe لو جمع او صفة ملكية صفة ايه ملكية زي مثلا ايه my his hair وهكذا رقم تسعة not very ill he needed an urgent operation been being to be be يبا هو عايز يقول ايه لكونه مريض جدا فهو احتاج لعملية جراحية عاجلة بصوا يا شباب ما ينفعش نبدأ جملة في اللغة الانجليزية بbeen لكن ينفع نبدأها being to be و be باختلاف المعنى طبع طيب being معنى ايه معنى لكونه او لكونها او لكونهم وهكذا او لكونك حتى طب هنترجمها ازاي حسب اللي بعد الكومة ما حذفنا الفعل من هنا يبقى نشوف الفعل هنا مين ونترجمه هنا هي يبقى لكونه تمام كده يبقى لكونه مريض جدا هو احتاج لعملية جراحية صح وعلى فكرة في قاعدة كنت بتقول because اخذناها سريعا مرة because فاعل verb to be تمام كده وتكملة تساوي تماما being احفظ القاعدة دي being ثم ايه التكملة فاذا رقم تسعة كان اصلاها مثلا because he was very ill او حتى had been very ill لكونه مريضا او لانه كان مريض نفس المعنى طيب to be معنى ايه معنى لكي تكون لكي تكون او ان تكون يعني مثال to be successful لكي تكون ناجحا you should do كذا 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 تمام طب ينفع ان نقولها هنا لكي تكون مريضا او لكي يكون مريضا هو عمل عملية فكأن العملية هتخليه مريض وكأن كونه مريض دي حاجة كويس لا طبعا يبقى دي محزوفة طيب بي مين فاكر be careful be careful يعني ايه يعني كن حازرا كن حريصا اذا verb to be لو بدأت بالجملة وخاصة لو بعده صفة زي هنا l مثلا يبقى معنىها كن معنى ايه كن فالأمر فينفع كن مريضا مش منطقية طبعا اذا الاجابة تكون ايه هتكون being دي كونه رقم 10 بيقول الرجل اللي هو شنب طويل مستاش يعني شنب شنب مستاش يعني ايه شنب was نقط كان نقط وياريت نترجم كل كلمة مكتوبة الرجل زا الشنب الطويل كان نقط the little boy الولد الصغير ran away جري بعيد when he saw him لما شافه يبقى الرجل ده كان ايه كان مخيف ولا خائف كان مخيف صح ياريت نترجم المكتوب عشان فيه ناس تقول ايه الولد كان خائف هل اختار frightened يعني الولد كان خائف لا هو بيقول الرجل كان ايه مخيفا طيب مبدئين كده fright اختيار ايه دي اسم معناها ايه رهبة او خوف طيب frightened دي اسمها صفة التصريف الثالث معناها خائف طيب frightening معناها مخيف طيب frightened دي فعل معناها يو خيف واحنا شرحنا قبل كده وقلنا عندنا حاجة اسمها صفة التصريف الثالث وعندنا صفة الآي ان جي خليك فاكر الشكل ده ما بينهم سهم السهم ده طالع من صفة الآي ان جي ايه ان صفة الآي ان جي تسبب وطبعا السهم ده شعور يبقى دي تسبب وده تستقبل سهلة كده يبقى ايه اذا frightening كده frightening اهي الآي ان جي الشعور اللي هو الخوف يبقى يسبب الشعور يبقى الرجل ده ايه يسبب الخوف اللي هو الشعور ده وبالتالي خائف ولا مخيف لا طبعا مخيف اذا الاجابة تكون frightening نيجي بقى القطعة الفهم الاولى once upon a time كان يا مكان there was a boy كان فيه ولد who became bored اللي كان ملان when he watched over لما كان بيرائب his village sheep الاغنام بتاعة القرية grazing grazing يعني وهي ترعة on the hillside على جانب التل to entertain himself وعشان يسلي نفسه he shouted صرخ بصوت عالي wolf wolf zib zib the wolf is chasing the sheep الزib عمال يطارد الاغنام when the villagers heard the cry لما القرويين سمعوا الصرخة دي they came running up the hill قم جري حتى اعلى التل to drive the wolf away عشان يبعدوا من الزib but they arrived when they arrived ولكن لما وصلوا they saw no wolf ما شافوش اي زيب ما كانش فيه اي زيب موجود the boy was amused الولد كان مبسوطه متسل بقى when he saw their angry faces لما شافو ششهم الغطبانة دي فقالونو بقى don't scream wolf boy warn the villagers when there is no wolf فحزروه ما تسرخش وتقول زيب لما ما يكونش في زيب they angrily went back down the hill وهم غطبانين كده نزلوا من اعلى التل later فيما بعد the little sheep herder راعي الاغنام الصغير له الولد الصغير ده cried out once again صرخ تاني بسوطة عالي والنفس الجملة wolf wolf the wolf is chasing the sheep to his amusement he looked on as the villagers came running up the hill برضو كان مبسوط ومتسلي لما شافهم بيجروا تاني برضو جايين ايه جاري الى اعلى التل to scare the wolf away عشان يخوفوا الزئب عشان يمشي بعيد as they saw there was no wolf ولما شافوا ان ما فيش زئب برضو they said strictly قالوا بصرامة save your frightened cry for when there is a real wolf يعني وفر الصرخة الخائفة بتاعتك دي لما فعلا يكون في زئب حقيقي don't cry wolf when there is no wolf ما تفضلش تسرخ وتقول زئب وهو ما فيش زئب but the boy grinned at their words while they walked grumbling down the hill once more بس الولد فضل ايه يضحك ويصخر من كلماتهم لما نزلوا من اعلى التل وهم ايه متضايقين كده جاي من كلمة grumpy متأففين تمام grumbling يعني هم متزمرين متضايقين الى ايه اسفل التل مرة اخرى after a while وبعدها بقى بشوية the boy saw a real wolf الولد شاف زئب حقي sneaking around his flock عمل يتسل حول قطيعه قطيع الاغنام يعني كلمة sneak يعني يتسلل وكلمة flock معناها قطيع ماشية او اغنام او حيوانات alarmed he jumped on his feet وهو خايف ومرعوب كده راح نط وقف مرة واحدة and cried out as loud as he could ونده بأعلى صوته wolf wolf but the villagers ولكن بقى المراد القرويين thought he was fooling them again افتكروا النوء ايه بيخدحهم مرة تانية هنا مش through خلي بالكم ده خطأ مطاعي المفروض thought اعتقدوا and so they didn't come to help عشان كده ما جوش يساعدوا at sunset وفي غروب الشمس the villagers went looking for the boy القرويين بقى راحوا عشان يدوروا على الولا who hadn't returned اللي هو لسه مرجعش with their sheep مع الاغنام بتاعتهم when they went up the hill ولما صعدوا لأعلى التل they found him weeping لقوه عمال يعيط ينتحب يعني يعيط بصوت عالي او بحرقة there really was a wolf here طبعا here مش here في خطأ مطبع هنا في e بعد ال r فقالهم كان هنا فعلا في زئب the flock is gone والقطيع راح القطيع يعني التاكل الزئب أكل الأغنام i cried out انا سرخت بصوت عالي wolf but you didn't come he will بس انتو مجيتوش طيب ننتقل بقى للحل رقم 11 بيقول the suitable title of the story is not العنوان المناسب للقطعة هو ايه او للقصة دي the boy who chased the sheep الولد الذي طارد الأغنام ولا the villagers who killed a wolf القرويين الذين قتلوا زئبا the boy who cried wolf الولد اللي كان بينده ويقول زئب ولا the wise man الرجل الحكيم and the wolf والزئب لا طبعا الإجابة تكون the boy who cried wolf رقم 12 the boy was really a little not الولد كان ايه صغيرا chaser مطارد shepherd معناها راعي راعي اغنام هو قالها هناك the little a shepherd او هو تقريبا ما قالهش shepherd بالكلمة دي هو قال ايه sheep herder يبقى shepherd تسوي sheep herder معناها راعي اغنام killer يعني قاتل hunter يعني صياد إذن إجابة تكون shepherd 13 بيقول the sentence that can summarize the story is not الجملة اللي ممكن تلخص القصة هي ايه في ايه بيقول the little boy lost his sheep الولد الصغير فقد خرافيه او غنمه due to his lies بسبب كذبه اه طبعا في ب the villagers used to believe the liar القراويين اعتادوا انهم يسدأوا الكذاب في سي the sheep were eaten by a fake wolf الاغنام اكلت بواسطة زئب مزيف في d the liar الكذاب او الكاذب was teaching كان بيعلم the villagers القراويين a lesson درسا طبعا لا مستحيل إذن إجابة ايه 14 the boy was in a critical situation موقف حرك يبقى الولد كان في موقف خطير او حرك when a the villagers believed the boy time after time لما القراويين او سكان القرية سدقوا الولد مرة بعد التانية لا طبعا ده مش موقف خطير ولا حرك he called for help يعني نده من أجل المساعدة for the first time المرة الأولى برضو لا في the villagers rushed سكان القرية أسرعوا لكي يساعدوه but found no wolf بس ملقوش أي زئب لا طبعا ده مش موقف حرك إذن إجابة كندي he couldn't protect هو ما قدرش يحمي the sheep الخراف from the wolf من الزب رقم 15 according to the incidents of the story طبقا لأحداث القصة the boy was not الولد كان ايه في ايه بيقول a stranger from another village يعني غريب من قرية تانية طب ازاي بيرعى لهم الأغنام مستحيل طبعا في بي بيقول a member of the same village يعني فرد من أفراد نفس القرية آه طبعا في c a foolish boy ولد غبي wanting to hunt wolves عايز يصطاد الزئاب لا طبعا في d an ordinary boy ولد عادي hiking can be itmash in the hills على التلال لا طبعا إذن إجابة كنبي 16 the villagers might have saved the sheep if not سكان القرية كان ممكن ينقذوا الأغنام لو ايه الإجابة هتكون لو الولد كان صادق the boy had been truthful 17 بيقول eventual في النهاية بقى the lies كذبت الولد led to a قدت إلى ايه كسر السقة ما بينه وبين سكان القرية breaking trust with the villagers 18 the moral lesson الدرس المستفاد من القصة is that هو ايه الإجابة هتكون people never trust liars الناس عمرها ما تصق في الكذبين even if they are telling the truth حتى لو بيقولوا الحقيقة نيجي بقى للقطعة اللي تخد ما تقلقش خالص هي تخدك في الأول كده زي ما خدتهم السنة الفاتتة ولكن في الحل هتلاقيها سهلة جدا الكل حلاها بسهولة السنة الفاتتة الحمد لله طيب بيقول أزمة has a long history of evolution before it was categorically defined الكلمات البين قصين دي المهمة أزمة معناها مرض الربو الربو صعوب التنفس وكده طيب evolution أخذناه في المنهج بالفعل evolve يعني يتطور لما قلنا المحل تطور إلى مول مثلا واحد مع محل كبره وتطور بقى مول يبقى evolution يعني تطور كلمة categorically جاية من categorize من فاكل categorize يعني يعني يصنف ولكن هنا ما لهاش علاقة بالتصنيف خالص يعني مش معناها تصنيفيا خالص وكلمة defined جاية من define يعني يعرف وجاية منها definition يعني تعريف طيب الجملة دي على بعض معناها يعود الربو الجملة من أول هنا يعود الربو إلى تاريخ طويل اللي هو مرض الربو يعني إلى تاريخ طويل من التطور قبل أن يتم تعرفه بشكل قاطع يبقى بشكل قاطع دي اللي هي categorically طيب نكمل the earliest mention طبعا المنشن يعني ذكر of respiratory distress and wheezing was found in 2600 BC in China كلمة respiratory معناها تنفسي لها علاقة بالجاز التنفسي حتى بنقول respiratory system اللي هو جاز التنفسي distress لها معنى كتير جدا ممكن يكون معناها فاقة وحزن وألم ولكن هنا معناها ضيق وصعوبة صعوبة التنفس wheezing wheezing معناها الصفير عافين كده لما واحد يكون تعبان وعنده كحة أو ربو وبيتنفس في صوت كده في صدره الصوت صفير طب الجملة على بعض بها تم العثور على أقدم ذكر لصعوبة التنفس والصفير في عام 2600 قبل الميلاد في الصين it was treated by herbs till the 1950s when some tablets and adrenaline نطقها صعبة شوية ماشي بصوا هو بالراحة كده adrenaline اللي هي بالعرب بيقولوها ايه الادرانالين المهم بالانجليش اسمها adrenaline injections اللي هي حقن الادرانانين دي we're invented طيب الجملة على بعض بقى بيقولك اني تمت معالجته بالأعشاب اللي هي herbs واخدنا في المانهج دي برضو أعشاب وقالنا ممكن نمطق الh أو لا حتى الخمسينيات من القرن الماضي قبل اختراع بعض الأقراص اللي هي tablets اهي وممكن تيجي ايه بمعنى ألواح إلكترونية tablet يعني وحقن كلمة حقن injections كلمة مهمة جدا injections يعني حقن الادرانالين 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 تمام كده بالانجليش اسمها adrenalin بالانجليش أسهل طب ديكمل بها asthma is an inflammatory disease ما تتخضش منه ماشي معنى هاي معنى هاي بيجيب مثلا التهابات يبقى التهابي يبقى asthma is an inflammatory disease of the airways of the lungs airways واضحة خالص يعني طرق الهواء اللي هو القصب الهوائي الحاجات دي كلها يبقى الرب هو مرض التهابي في مجاري الهواء بالرئتين it is characterized by variable and recurring symptoms reversible air flow obstruction with normal temperatures ما تقلقوش ما فيش ولا سؤال هيجي على الجملة الطويلة الصعبة دي إلا على with normal temperatures يبقى عشان كده بنصحكم في المتحان تقرأوا الأسئلة الأول عشان تبقى عارف انت هتختار ايه وهتستخدم ايه والبقى ما لهوش لازمة وما تتخضش منه يبقى كده عندك ايه من أول with normal temperatures بدرجات طبيعية درجات حرارة طبيعية كلنا عارفينها دي اللي هنستخدمها ولكن برضه نترجم كل نقطة بيقول هنا it is characterized على بعض معناها يتسم به له خصائص كذا جاء من characteristics variable أخذناها صح اللي جاء من vary يتنوع يبقى variable متغير recurring يعني يحدث باستمرار symptoms دي كلمة مهمة جدا جدا معناها أعراض وأخذناها في المنهج أعراض المرض كلمة reversible معناها نعكاسي منعكس يعني air flow يعني تدفق الهواء يعني أصده الهواء اللي رايح واللي جاي يعني وكلمة obstruction جاي من كلمة obstruct كلمة مهمة جدا obstruct يعني يعترض طريق يعترض طريق يقف قدامه في الطريق وكذا ماشي فالجمة على بعض يتميز بأعراض متغيرة ومتكررة وانسداد مجرى الهواء القابل للإعكاس اللي هو في الاتجاهين يعني مع درجات حرارة طبيعية دي أهم حاجة مع درجات حرارة طبيعية عشان هايسألني عنها طيب نكمل نجيب لون تاني it is one of the most common diseases of children but adults can have asthma too قمنا سهلة دي الحمد لله إنه أكثر الأمراض شيوعا بين الأطفال ويمكن للبالغين أيضا الإصابة بالربو asthma causes wheezing breathlessness chest tightness كلمات تخذ بس سهلة وانت أخذها and coughing at night or early in the morning وبرضو الجملة دي عليها سؤال نركز فيها بيقولك إن الربو ده يسبب wheezing قلنا الصفير كلمة breathlessness كان أصلا إيه شباب breath يعني نفس صح less يعني بدون بدون نفس يبقى breathlessness يعني صعوبة التنفس ضيق النفس اللي هي تعريب النفس معنى chest tightness ما هي tight يعني ضيق tightness يعني ضيق وكلمة chest يعني صدر ضيق الصدر اللي هو النفس برضو and coughing والكحة at night بالليل or early in the morning جي بركز كده بيسببك الكحة إمتى والتعب إمتى بالليل أو صباحا في الصباح أو باكرا في الصباح عشان هيسأل عليها genetic environmental and occupational factors are main causes for asthma بيقولك العوامل الوراثية والبيئية والمهنية اللي هي هنا occupational احنا أخذنا occupation يعني مهنة أو احتلال برضو يبقى هي الأسباب الرئيسية للربو وإحنا أخذنا كلمة factors يعني عوامل وcauses يعني أسباب سهلة خالص طيب نكمل if you have asthma you will suffer from it all the time برضو عليها سؤال وأنا عرفت إزاي أن عليها سؤال نقرأت الأسئلة يبقى إذن في الامتحان الأفضل نقرأ الأسئلة الأول بيقولك if you have asthma لو عندك مرض الربو ده you will suffer a lot أو from it all the time أنت هتعاني منه طوال وقت طويل ماشي كده وقت طويل يبقى ده مزمن طيب نكمل you will have asthma attacks only when something bothers your lungs يعني الربو ده مش هيجيلك غير لما إيه لما حاجة تزعج رئتيك the attack happens in your body's airways which are baths that carry air to your lungs أها شرح لك يعني كلمة airways اللي ذكرها في الأول مع أنه واضحة طرق الهواء اللي هي مجرى الهواء وكده هو بيقولك أن ال airways دي which are the baths هي الممرات التي تحمل الهواء للرئتين as the air moves through your lungs the airways becomes smaller يبقى الهواء لما بيتحرك تمام كده بينما يتحرك الهواء عبر رئتيك تصبح مجاري الهواء أصغر during an asthma attack less air gets in and out of your lungs خلال بقى نوبة الربو يدخل ويخرج كمية أقل من الهواء من رئتيك people can control asthma by avoiding some things that may lead to it or what we can call asthma triggers كلمة triggers معناها مثيرات مسببات مهيجات وهكذا يبقى جمع على بعض يمكن للناس السيطرة على الربو عن طريق تجنب بعض الأشياء التي قد تؤدي إليه أو ما يمكن أن نسميه مهيجات أو مثيرات الربو they are different from someone to another إنها مختلفة تختلف هذه المثيرات والمهيجات من شخص لآخر but there are some common ones as tobacco smoke طبعا هنترجمها واحدة واحدة tobacco smoke اللي هي دخان التبغ اللي هو السجاير الحاجات دي كلها dust mites اللي هو السوس أو العث بتاع dust الغبار يعني كائنات مش بنشوفها بعينينا العادية جوا التراب كده outdoor air pollution اللي هو تلاوس الهواء pits حيوانات أليفة mold العفن يعني أعزاكم الله زي مثلا ريحة الشراب الكتشي الحاجات دي كلها ماشي smoke from burning wood or grass اللي هو الدخان الناتج عن احتراق الخشب أو الأعشاب اللي هي مثلا سواء كانت خضرة أو نشفة يعني and infections like flu وكمان اللي هي الإصابات بالعدوى زي مثلا انفلوانزا والكلام ده كله آزمة can be treated by breathing some medicines or taking some pills according to the doctor's advice يمكن علاج الرب عن طريق استنشاق بعض الأدوية أو تناول بعض الأقراص وفقا لنصيحة الطبيب The effect of these two ways of medication can be either to have a quick relief control to ease the symptoms of an asthma attack or to have a long control to have fewer and milder attack الكلمات المهمة الأول فيه كلمات أخذناك كثير في المنهج زي كلمة relief كلمة relief معناها ايه معناها ارتياح أو راحة مثلا ماشي كده والفعل منها relief يعني يخفف يريح وهكذا يخفف ألم وكده يعني تسوي ease برضو كلمة ease معناها يخف أو يريح اهي اللي هي دي طيب نكمل كده symptoms قلنا معناها أعراض وما فيش أي حاجة تانية غير كلمة mild قلنا كلمة mild في المنهج معناها ايه جاي في المنهج خلي بالكم دي معناها معتدل أو لطيف لما قلنا mild ايه mild weather طقس لطيف أو معتدل يبقى الجملة على بعض بيقولك ايه يمكن أن يكون تأثير هتين الطريقتين في العلاج إما عن طريق التحكم في الإسعاف السريع لتخفيف أعراض نوبة الربو أو عن طريق التحكم على المدى البعيد اللي هو كاتبها هنا ايه along control along control على بعض كده المدى البعيد تحكم على المدى البعيد لتقليل حدوث النوبات اللي هي attacks يعني وجعلها أخف طبعا هو ما قالش بالزبط جعلها أخف هو قال ايه وصفها بأنها أخف milder attacks يعني نوبات أخفة اتدالا نيجي بال الحل رقم 19 the main idea of the passage is not الفكرة الرئيسية للقطعة هي not في ايه بيقول new medicines أدوية جديدة to treat asthma لعلاج مرض الرب have been discovered تم اكتشافها recently مؤخرا خطأ لسببين هي تم اكتشافها ايه قديما صح ده قالك it was treated by herbs till the 1950s صح 1950 الكلام ده هتلاقوه فين في آخر البراغراف الأولاني يبقى ده عكس الكلام قديما طيب زائد ان دي مش نطقة التركيز في بي بيقول asthma is an old disease هي مرض قديم with different symptoms به أعراض مختلفة and causes وأسباب منطقية وهاجب لكم الدليل دلوقتي في سي بيقول asthma is a mild disease هو مرض معتادل that can be treated totally يمكن علاجه تماما نهائيا ده عكس الكلام في دي asthma attacks are very dangerous to children at night هو فعلا نتكلم عن نقطة دي لما قال اني asthma causes wheezing breathlessness وكذا and coughing at night or early in the morning بس برضو دي مش نقطة التركيز الإجابة الأمثل هتكون B والدليل أول حاجة بيقولك انه مرض قديم ده ذكر فين أهو لما asthma has a long history وكمان عندك symptoms أعراض اللي هي يعني حاجات ايه بتسببها الأزمة اللي هي الصفير ضيق التنفس وهكذا وكمان نتكلم عن causes اللي هي الأسباب اللي سسمها asthma triggers مثيرات أو أسباب يعني اللي هي مثلا من طبقا للقطعة كل اللي جايدة ممكن يكون أسباب خلي بالك أسباب للأزمة أو اللي هو الربوي يعني accept ما عدا ما عدا يبقى عندنا تلاتة تذكروا في القطعة واحدة طيب herbs الأعشاب هي ذكرت في القطعة ولكن ذكرت ايه لما قال لك it was treated تم علاجها بالأعشاب يعني دي سبب علاج مش سبب ايه يعني دي علاج صح دي تعتبر علاج مش سبب ليها طيب dusty weather دي ذكرت فين طيب بصوا اهي اللي هي dust mite طيب في سيبي والair pollution ذكرت فين اهي air pollution طيب smoking اهي قال لك tobacco smoke وهكذا إذا نجابها تكون مين herbs 21 بيقول which of the following sentences أي من الجمل التالية can summarize يمكن أن تلخص the first paragraph البراغراف الأول أدي البراغراف الأول asthma has a long history of evolution وهكذا وبيقول لك the earliest mention اول ذكر لـ respiratory distress ضيق التنفس and whizzing والصفير was found كذا كذا وقالك مع السلام مش الشرق الأوسط طيب في سيبي على مدار على مدار ما يمين الاختيار الأخير نتأكد منه بيقول there are many causes يوجد أسباب of being infected لأن تصاب بالأزمة اللي هو الراب ما ذكرش الأسباب هنا خالص في البراغراف الأول خلي بالك 22 بيقول according to the passage طبقا للقطعة أزمة is a or an نقطة disease هي مرض صفته ايه blood يعني يحدث في الدم أكيد حارفين كلنا الدم لا طبعا دي في الرئة أولا قال لك طيب هو الدليل هقود دمكم Lungs وكيد واضحة يعني صعب التنفس وبتاع يبقى الرئتين طيب كرونيك المفروض كلمة كرونيك تكون حافظها ما اشي في المنهج أصلا واخدينها أو واخدينها في الترجمة حاجة زي كده طيب أي أن كان لو أنت نسيها عديها accidental معناها عرضي يعني حصل صدفة كده حاجة ايه مرة واحدة لا طبعا مش عرضية ده بتطول طيب فين دليلك يا ميستر في دليل بيقولك أن أنت لما يحصل لك المرض فيها فينها بتاخد وقته طويل جدا أهي بيقولك إذا لديك آزمة يقول سوفر from it all the time طوال الوقت فبتاخد وقت تمام يبقى مش عرضية مش بتعد بسرعة زي الكحة وخلصت الساعة وخلاص طيب هارت هو مش مرض قلبي خلاص قلنا للرئة إذن بالحسف هنختار كرونيك اللي أنت ممكن ما تكونش عارفه رغم أنه واخدينها المفروض معناها يا شباب مزمن مرض مزمن يعني بياخد زمن بيطول يعني 23 a person with asthma الشخص اللي عنده الرابو in a contaminated environment contaminated أخدناها بل كده كتير في ترجمة وقطع فهم معناها ملوس تسوي polluted بالزبط contaminated يبقى الشخص اللي عنده الرابو في بيئة ملوسة not to avoid its symptoms أن يتجنب أعرضها في A بيقول mustn't do mental jobs يجب أن لا يقوم بأعمال ذهنية إعلاقة الزهن والتفكير بالأزمة بالرابو يعني في بيبي يقول mustn't do violent exercise يعني يجب أن لا يؤدي تمارين عنيفة مش منطقية متكلمش على تمارين حاجة فيها تنفس وكده هتقولي طب ما هو بيعمل تمارين عنيفة فده في صعوبة في التنفس ماشي ممكن تمشي بس ما ذكراش في القطعة أو مش واضحة يعني ممكن التمارين ده أصلا تكون أفضل لي طيب في C must keep pits at home ده العكس هو قالك من المسيرات اللي هو فيه pits صح اللي هي الحيوانات الأليفة يبقى دي عكس المعنى إذن إجابة تكون D اللي هي must wear a face mask لازم يرتدئ كمامة وهو بيقول لك المسيرات إيه يا شباب اللي هو مثلا tobacco smoke دخان ومش عارفه dust فبيتكلم عن حاجة بتتنفسها وقال لك قبل كده عشان تخففها لازم تعمل إجراءات صح وبالتالي إيه الأفضل إن أنا مثلا أحمي نفسي من مرض تنفسي ألبس كمامة ده أفضل إيه حل رقم 24 people who suffer from asthma الناس اللي بتعاني من الربو can be more relieved إحنا لسه إلينا relief يعني ارتاح يبقى relieved يعني يرتاحه أكتر from its symptoms من أعرضها نقط at dawn في الفجر في الفجر ولا in the early morning في الصباح الباكر في الصباح الباكر هي تقريبا الفاجر يعني نفس المعنى ولا at midnight في منتصف الليل ولا at the midday في منتصف اليوم طيب بالراحة كده هو قال لي إيه هو قال لي أن أزمة causes wheezing breathlessness chest tightness تسبب الكحة والتعب والحاجات دي كلها at night بالليل تمام كده وearly in the morning في الصباح الباكر يبقى هو بيتعب بالليل وفي الصباح الباكر بالليل زي مثلا في الفجر والصباح الباكر اللي هي بيه و midnight برضو بالليل وهكذا إذن إجابة تكون في منتصف النهار في منتصف اليوم الساعة 12 في الظهر لأنه قال لك إيه بالليل وقال لك في الصبح بدري اللي هو الفجر مثلا في الساعات الأولى من الصباح في الصباح الباكر في منتصف الليل وهكذا إذن أنسب واحدة ممكن الشخص يرتاح فيها اللي هي midday في منتصف النهار 25 بيقول لك نقط لا يعتبر واحدا من أعراض الربو فيفر اللي هو الحمة فتيج أخذناه في المنهج معناها تعب فتيج وقلنا ويزنج يعني صوت الصفير اللي هو بيطلع من الصدر كافنج اللي هي الكحة طبعا في القطعة ذكر من ضمن أعراض الربو لما قال لك كازس ويزنج الصفير وقال لك يبقى الاتنين دول مستبعدين خلي بالك بيقول لك not ليس من ضمنه يبقى نستبعد اللي مسكور طيب هل فيفر مسكورة ولا فتيج اللي مسكورة عكس فيفر يعني في القطعة ذكر قال لك إن ده مرض with normal temperatures درجات الحرارة في إيه طبيعية وإحنا قلنا الفيفر الحمى ده فيها سخونة وارتفاع درجات جسمه وكده وبالتالي هي الإجابة صح؟ لأن ده مسكور بس عكسها طيب فتيج يعني التعب ذكرت فين؟ واحد عنده ضغط تنفس وعنده صعوبة في التنفس وكحة اسمه تعب ده صح؟ ده اسمه تعب وبالتالي إجابة تكون فيفر 25 أو 26 أزمة as a disease الربو كمرض can be controlled يمكن السيطرة والتحكم فيه as long as لطالما people keep away from الناس تبتعد عن it's a مسبباته مثيراته كانت المذكورة بشكل واضح جدا في القطعة قال لك control asthma by avoiding في الآخر قال للناس بتسميها asthma triggers يبقى الإجابة تكون يا شباب triggers عشان عارف فيه ناس هتفكر في symptoms symptoms اللي هي الأعراض تخلص جالك المرض وبقى عندك أعراض فانت ازاي تتحكم فيه بإنك تتجنب الأعراض لا الأعراض موجودة لا يمكن تجنبها إن الناس يمكن أن يتحكموا في الرب بتجنب أشياء تؤدي إليه أو ما نسميها بالأزمة triggers خلاص الإجابة واضحة ده أوضح سؤال في القطعة أصلا 27 your car was thought to not buy a fortune have been bought buy have bought bought هو عايز يقول إن عربيتك كان يعتقد أنها تم شراءها بمبلغ كبير من المال buy a fortune معناها بمبلغ كبير من المال يبقى أول ما تلاقي كلمة fortune قبلها buy هترجمها بمبلغ كبير من المال طب لو لقيت قبلها كلمة cost cost a fortune معناها يكلف مبلغ كبير يعني نفس المعنى كلفتني كتير كانت غالية أو كده طيب أخذنا برضو في المعنى كلمة fortune أصلا معناها إيه لو فاكرين fortune أخذنا في القصة بمعنى ثروة بس ده اسم يعد وبمعنى حظ أخذناها ليتسوي لك ده اسم لا يعد طيب واضحة خلص الجملة دي مبنى جهول الوحيدة مبنى جهول ايه لأن عندك في بي ده معلوم صح معلوم مصدر طب هاف بوت معلوم تام معلوم صغة تام والمبنى جهول هنضيف بين في النص وطبعا دي خطأ لغة عشان بوت دي تصريف تاني أو تالت ما يجيش بعد تول اللي عايزة مصدر طيب هرجع لكم كده المبنى جهول بأفعال القول والاعتقاد سريعا هناخد مثال مثلا بيقول people الناس say يقولون that علي بوت أكور بوت أكور الجملة دي فيها ثلاث أجزاء جملة فعل القول تمام كده أو ممكن الاعتقاد وهكذا ثم ذات يا جزء حاسفها ثم فاعل تاني اللي هو نعتقده ويفعل شيء أو فعل شيئا اللي هو علي ده الجزء التاني وعندنا أكار ده المفعول به هنديهم أرقام كده الجزء الأول واحد اتنين ثلاثة دول الثلاثة احتمالات المبنى جهول الاحتمال الأول ايه شباب الاحتمال الأول اهو هنقول people say فتكون it is said يبقى people say تتحول إليه it is said it is said طيب لو people think يبقى it is thought وهكذا طيب لو people said الناس قال يبقى it was said يبقى حسب الزمن بتاع ايه الفعل ده ثم that ونكمل نفس الجملة علي bought a car طيب الشكل التاني بقى نعمل على علي نبدأ بعلي يكون مفعول به نائب فعل عشان يكون مجهول ما احنا دلوقتي بنعمل ايه مجهول لا ثلاث احتمالات للمجهول هنقول علي إسد يقال أن علي المراضي بقى في تو المصدر كل اللي لقى في تو يعني الوحيدة اللي فيها ذات اللي هي it is said it is believed وهكذا يبقى علي إسد طيب هتقول يترى to buy ولا to have boat والله نرجع لأصل الجملة boat demand يبقى have boat لو مضارع أو مستقبل يبقى buy يبقى كده هتكون have boat يقال بأنها to have boat ينفع لأ نفس اللي احنا اخدنا have been boat عشان تكون مجهول have been boat وهنختم buy علي وممكن نحزف buy علي بواسطة علي يبقى كم شكل كده ثلاث أشكال ما ننساش ان لو الزمن هنا ماضي يبقى لازم صيغة تامة have تصريف ثالث معلوم have been تصريف ثالث مجهول طب لو مضارع buy أو will buy مضارع مستقبل يبقى صيغة مصدرية يبقى to buy تمام كده في المعلوم وto be boat في المجهول ثمانية وعشرين بيقول بعدما أحمد يكون ملأ استمارة التقدم بالبيانات هو سوف نقط have interviewed interview be interviewed be interviewing مبدئيا كلمة interview كاسم معناه مقابلة شخصية أو حوار طب كفعل يجري حوار يجري مقابلة شخصية يجري مقابلة شخصية أو وظيفية أو هكذا طيب هو أحمد اللي هيمل استمرارة التقدم فأكيد هو المتقدم فهو يجري الحوار هو ليجري المقابلة ولا يتم إجراء المقابلة معه مبدئيا عندنا ثلاثة معلوم فنحزفهم لأنهم نفس المعنى معلوم صيغة تم وعندك معلوم صيغة مصدرية ومعلوم صيغة مستمر كده معناه هيكون عمال يجري الحوار كأنه هو اللي بيسأل لا إذا عايزين مجهول برضو فالمنتحن ده مركز أو على المجهول يبقى هرجع لكم كده أي مدل أي فعل نقص لو بعده مصدر المجهول بتاعها يكون يا شباب مجهول هيكون بتصريف ثالث ماشا كده طيب أي مدل زي مثلا بعدها الصيغة التامة هاف زائد تصريف ثالث المجهول بتاعها هيكون هاف بين زائد تصريف ثالث طيب لو صيغة مستمرة اللي هي دي زي بالضبط الصيغة المصدرية نفس الفكرة بالضبط هيكون بيه تصريف ثالث رقم 29 بيقول أنا بحب قراءة مسرحات شيكسبير ده معناه إن أنا بحب قراءة المسرحيات نقط كده التي كتبت بواسطة شيكسبير حشي تكون مجهول يبقى ما فيش حاجة اسمها تصريف ثالث على طول يا إما نعمل حالة حسف صح فاكرين لما قلنا مثلا أي ضمير وصل زي which أو who أو that وبعد verb to be ثم تصريف ثالث يساوي تماما حسف مين which وهو و that were verb to be فتكون تصريف ثالث هنحزف يعني من الآخر الثلاثة دول اللي هما ضمأن الوصل مع أول verb to be يتبقى مين تصريف ثالث ده شكل اللي يسميها إيه دي حزف ضمير وصل في حالة المجهول طيب برمرة هرجع لكم البقين بس الأول كده نجاوب طيب في بي بيقول are written by شكسبير طيب المفروض which وكمان are تبقى where أصلا شكسبير ده مات يعني فدي غلط طيب c which شكسبير rights كده معناها شكسبير عايش يعني التي يكتبها شكسبير مش جاية إذن الإجابة هتكون ايه هتكون d written by شكسبير على ساس كان أصلاها which written by شكسبير كده احنا شرحنا حالة حسف ضمير الوصل في المجهول طيب لو فاعل لو فاعل هيكون بعد ضمير الوصل في معلوم فعل في المعلوم عشان كده يعني مثال هقول مثلا which أو هو أو ذات arrive مثلا أو arrives أو is arriving أو are arriving حسب الفاعل اللي قبل مين قبل which ماشي كده أو هو أو ذات دي تسوي تماما ايه arriving يبقى في حالة الفاعل بنجيب مصدر الفاعل ونضف لأين جي طبعا ما حاس في ضمائر الوصل طيب لو في حالة بقى المفعول به مفعول به مفعول به معلوم أهم حاجة يكون معلوم زي مثلا لما قول which I bought اللي أنا اشتريتها يعني مثلا نذكر which I bought والحاجة دي كلها is fantastic ماشي هتتحول إلى ايه كالتالي هتساوي هنحزف ايه هنحزف which بس يبقى I bought بس يبقى في حالة المفعول سهلة خالص هنحزف ضمير الوصل بس طيب نيكي للسعر رقم 30 بيقول to start the conclusion paragraph عشان نبدأ خلي بالك نبدأ نبدأ the conclusion paragraph paragraph الخاتمة you can use تقدر تستخدم ايه يبقى انت دلوقتي في الخاتمة وفي بدايتها تحديدا in addition to بالاضافة الى كده في تفصيل يبقى كده في البادي طيب even though كده في تناقض يعني في تناقض افكار يعني في ايه تفاصيل يعني برد بردو to sum up يعني ختاما او تلخيصا تمشي to start with دنتاليس سهتبدأ يبقى دي في الانتروداكشن يبقى الإجابة تكون to sum up احنا اتفقنا to sum up to summarize to conclude in conclusion يعني الحاجة دي كلها يبقى دي في الخاتمة وتحديدا بداية الخاتمة نجب للترجمة رقم 31 بيقول human beings البشر should be satisfied with ينبغي ان يكونوا راضين ب what they have بما يمتلكونه in their lives في حياتهم as the value of many things لان قيمة الكثير من الاشياء they have يمتلكوها او التي يمتلكوها is only known فقط معروفة when they are lost عندما ايه عندما تفقد يعني تعرف عندما تفقد طيب اهم الكلمات satisfied with يعني راضي بي او قانع بشيء كلمة life اللي هي حياة جمعها lives حيوات او حياة برضو وطبعا value يعني قيمة اذا الاجابة تكون ايه يجب على الناس ان يكونوا راضين بما لديهم في حياتهم لان قيمة الكثير من الاشياء التي يمتلكونها تعرف فقط بعد ضياعها طيب في بي يجب على الناس ان يكونوا قانعين بما لديهم في حياتهم تمام لان قيمة لان قيمة الكثير من الاشياء التي قد يمتلكوها مع الشيء خالص في سي ينبغي على الناس ان يكونوا قانعين بما ليس لديهم هنا وهنا اثنين اهم الكلمات كلمة extinction معناها انقراض معناه ايه انقراض قلنا evolution معناها تطور قررت كتير في الامتحان ده تطور اتفقنا كلمة occur يعني happen يعني take place take place كل ده معناه ايه شباب يحدث وقلنا دول افعال لازمة لا تبنى للمجهول ما بتاخدش مفعل به وهكذا برضو اتفقنا ان due to بسبب بعدها اسم او verb ing واتفقنا تساوي مين تساوي because of because of وساعة owing to وساعة thanks to وهكذا هاي تبقى لجابة ايه شباب هتكون دي لملايين السنين كان الانقراض بين الحيونات عملية طبيعية وكان جزءا من عملية التطور لكنه الان يحدث بسبب الانشطة البشرية طيب في اي بيقول لملايين السنين كانت الغريزة وبصوا الغريزة ياريت instinct شبه ايه extinction شبه بعض لكن دي instinct instinct يعني الغريزة في بي لملايين السنين كان الانقراض بين الحيونات عملية غير طبيعية الطبيعية natural في سي لملايين السنين كان التزاوج التزاوج اخذناها في قطة فهم قبل كده اسمها meeting التزاوج تمام 33 بيقول من تربى من الشباب على الاخلاق الحميدة من الصعب ان يتأثر بما يسمعه او يراه من سلوكيات سيئة مهما كانت طبيعة هذه المؤثرات الإجابة شبه هتكون بي it's difficult for youths who were brought up on good morals to be affected by the bad behaviors they hear or see whatever the nature of these effects are للاخطاء في اي it's المفروض تكون كده it's على الصلاة it is لكن it's دي صفة ملكي طيب في c عندك have brought up دي مبني معلوم مضارعتان كده معناها الشباب الذين ربوا لا الذين تربوا على طيب في d نفس الخطأ بتاع a بالضبط زائد كمان هنا youth دي جمع فالمفروض have وكمان ما بنقول have been raised طبعا ما فيش كلمات جديدة قوي غير كلمة مثلا الاخلاق الحميدة هنقول عليها good morals good morals أخلاق حميدة طيب عندنا السلوكيات برضو جاي من سلوك اللي هو behavior behavior يعني سلوك 34 لقد لعبت وسائل التواصل الاجتماعي دورا سلبيا في إبعاد الكثير من الناس عن بعض أقاربهم لذلك تعتبر المناسبات الاجتماعية فرصة جيدة لتجمع الأقارب سويا الإجابة هتكون c social media have played a negative role in keeping a lot of people away from their relatives so social occasions are considered a good opportunity to bring them together الأخطاء في أي social media had played ليه مضي تام وهنا طبعا المفروض a negative role لأن اسم يعد كلمة role ونفرق ما بين role وrule اللي هي موجودة في بي الخطأ في بي كلمة role معنها قاعدة أو قانون لكن role معنها دور يبقى role قاعدة أو قانون وrole يعني دور طبعا فيه فرق في النطب أنا عارف فيه ناس كثير ما بتفرقش ما بينهم دي اسمها rule long u rule d o rule في d was played كده مبني مجهول مفروض لعبك معلوم 35 أول سؤال في القصة بيقول some incidents بعض الأحداث can be a turning point ممكن تكون إيه نقطة تحول in people's lives في حياة الناس in light of this sentence في ضوء هذه الجملة illustrate giving two examples about pib يعني اشرح مع ابداء سببين لذلك بشأن مين pib طيب هنقول the first life changing incident was when pib met the convict أول حدث بقى واقع غيارة حياة pib أو كانت نقطة تحول كانت لما pib قابل السجين أو المدان ده and gave him the file and food وداله المبرد والأكل that made magwitch ده خلى magwitch يرده للدين صح والجميل وبالتالي give pib a fortune كلمة fortune تكراري التاني fortune هنا معناها ثروة طيب النقطة التانية بقى والحادثة التانية أو الواقعة التانية the second incident was pib's love كان حب pib for estela ليه estela consequently وبالتالي he decided to improve his position and be a gentleman يحسن من وضعه الاجتماعي مثلا ويكون رجل نبي which was a turning point in his life ودي طبعا كانت نقطة التحول في حياته سؤال رقم 36 بيقول but i didn't want to look after you بس انا ما كنتش عايز اعتني بيك it's bad enough being a blacksmith's wife انه ايه امر سيء بقدر كافي ان انا اكون زوجة حداد يعني بالبلد مش كفاية ان انا زوجة حداد how did these words reflect mrs joe's feelings الكلمات دي ازاي بتعكس مشاعر تحكس مشاعر mrs joe towards her family تجاه عائلتها mention two points اسكر نقطتين اول حاجة انها كانت مش طيبة مع جو او مع pib اسف يبقى mrs joe was unkind انها كانتش طيبة to pib مع pib although بالرغم he was her only brother كان اخوها الوحيد she treated pib cruelly وعملته بقصوة and complained about him يبقى في الامتحان اول ما نتكلم على mrs joe بالنسبة لpib نقول الاربع كلمات دول ماشي اول خامسة unkind complaint treat badly cruelly وهكذا طيب بالنسبة لزوجها هنقول انها ما كانتش راضية عن حياتها كونها زوجة ايه حداد يبقى she wasn't satisfied with her life ما كانتش راضية عن حياتها and was ashamed وكانت تشعر بالخزي والعار مستعرة بقى من كونها ايه a blacksmith's wife زوجة حداد اخر سؤال بقى الparagraph عن how can you develop yourself كيف تستطيع ان تطور من نفسك to meet the challenges of the future لكي تلبي تحديات المستقبل to get ready for the future challenges it's important to keep learning new things للاستعداد لتحديات المستقبل من المهمة الاستمرار في تعلم اشياء جديدة you can read books take classes or learn from others يمكن قراءة الكتب او اخذ الدورات او التعلم من الاخرين it's good to practice problem solving skills and stay positive even when things are tough من الجيد ايضا ممارسة مهارات حل المشكلات او مهارة حل المشكلات والحفاظ على نظرة ايجابية حتى عندما تكون الامور صعبة being open to change and trying new things can help you grow الانفتاح على التغيير وتجربة اشياء جديدة يمكن ان يساعدك على النمو setting goals for yourself and working hard to achieve them is also important من المهم ايضا تحديد اهداف لنفسك والعمل الجاد لتحقيقها remember to take care of yourself by eating well getting enough sleep and exercising تذكر ان تعتني بنفسك من خلال تناول الطعام بشكل جيد والحصول على قصد كافي من النوم طبعا وممارسة الرياضة by improving yourself in these ways you can be better prepared to face whatever challenges come your way in the future من خلال تحسين نفسك بهذه الطرق يمكنك ان تكون اكثر اجتعدادا لمواجهة اي تحديات تصادفك في المستقبل ترجمة نانسي قنقر